لقب كان مستحق عن كل جدارة بأداء كبير بداية من إدارة عظيمة جدا بقيادة لأسطورة من أهم أساطير كرة القدم المصرية على مر التاريخ هو كابتن محمود الخطير الرجل ده اللي بعض الناس شككوا فيه قال لك آه هو أسطورة في كرة القدم كان لعب رائع جدا كان لعب ما فيه زيه بس على مستوى الإدارة لا لا مزي ما كان لعب الراجل بقى بيحقق إنجازات كرئيس نادي ما حصلتش في التاريخ كل إدارات النادي الأهلي على مر التاريخ فحتى دي هو خد فيها الصدارة ومعه إحقاقا للحق مجموعة من الناس المحترمة لكل واحد عارف دوره كل واحد عارف شغله بكل هدوء وبكل إتقان وشطارة ده إدارة النادي الأهلي